وكان احتجاجها على غلاء الأسعار ونقص المؤن وترددت هتافات تطالب بالانضمام إلى السعودية وأدت المظاهرات إلى هروب لرأس المال من الأردن بلغ حجمه في بعض التقديرات 500 مليون دولار في أسبوع وانخفضت قيمة الدينار يعني أنا هذا الرجل الإعلامي المبدع الذكي المؤلف قيمة دائما صادقا يعني مثلا جزء كثير بالحكي وصادق قامت مظاهرات تطالب يعني لنفترض أن إحدى المظاهرات طلع فيها صوت أنه والله بدناش للأردن بدنن نضم للسعودية هل تطلق ذلك على كل هذه الحركة ولم تكن حركة ضد النظام الأردني كانت حركة ضد الإجراءات الحكومية في الأردن لا هو ذكر بقيام مظاهرات معادية لنظام الحكم لنظام الحكم وهو يكذب أنه في مظاهرات وحدة هي كانت ضد الإجراءات ولكنها لم تكن ضد نظام الحكم ولذلك مجرد أن نزل الملك حسين من طائرته وتوجهه إلى الجنوب انتهت كل هذه الأمور أنا يعني محمد حسين النهي كان له التقدير والإعجاب كسياسي وإعلامي ودور في العكم لكني لا أأخذ آراءه في الآخرين بمصداقية لا نأخذها دائما يضع هواه فيما يكتمه ويقرأ كل كتب على فكرة فيها تناقض بين واحد وآخر لكن ليس هذا مجال لمحاكمة محمد حسين النهي كان فقد حاكمه فلاسفة مصريون كثيرون